بعد أسبوع من إحراق المتظاهرين للقنصلية الإيرانية في البصرة لا يظهر أن الأمور هناك تتجه للتهدئة وخصوصا من طرف ميليشيا الحجد التي طال غضب المتظاهرين مقرات فصائلها الرئيسية هناك وبالتوازيم أعلان القوات الحكومية اعتقالها نحو 30 متظاهرا بتهمة إحراق القنصلية الإيرانية اتخذت الميليشيا منحا أكثر تشددا عبر أعلانها تشكيل قوات ما يسمى بالتعبئة الاحتياطية مهمتها بحسب ما يظهر على الأرض احتواء وإخماد التظاهرات الأخيرة التي لم يعجبها إلباس البصرة العباءة الإيرانية وتحكم الميليشيات والأحزاب الموالية لطهران بها واستنزاف ثرواتها بينما يبقى جل أهل المحافظة عاطلين عن العمل وفي فقر مطقع ونقص بالخدمة تخطى كل الحدود ويشير المحللون إلى أن مشروع تأسيس هذه القوات التي ستتكون من عشرة ألوية يأتي مشابها لتشكيل قوات الباسيج الإيرانية التي أسسها الخميني نهاية عام 1979 لحماية نظامه السياسي والديني وبالفعل كانت اليد الضاربة في قمع التظاهرات المعارضة له وسيفا مسلطا على رقاب الداخل والخارج وهي جزئية لم يغفلها مكتب تعبئة ميليشيا الحجد بالبصرة الذي أكد أن الهدف من تأسيس قوات التعبئة تدريب الشباب على التصدي لمن وصفوهم بالمخربين والمندسين وبحسب مصادر محلية بالبصرة فإن تشكيل قوات التعبئة هذه يبين أن الآلاف من غير العسكريين سيحصلون على رواتب وهويات أمنية وأسلحة يحق لهم استخدامها دون الرجوع لأية وزارة وينتمون مباشرة لميليشيا الحجد ويساندونها وهي خطوة تظهر أيضا تحديا مباشرا للعبادي الذي أمر بعزل رئيس هيئة ميليشيا الحجد فالح فياض وتوليه هو بنفسه قيادة الميليشيا بعد أن استشعر بأن ميليشيا الحجد أصبحت قوة تهدد حلمه بولاية ثانية بينما يصر العراقيون بالمقابل أن هذه الميليشيات هي من أسست لعنف الحاصل بالبلاد وتحاول حاليا كتم أصوات الحراك الشعبي وسط وجنوب العراق الذي رفع البطاقة الحمراء في وجوهها ووجه العملية السياسية والدول الداعمة لها